حتى بلغت درجة لم تبلغها امرأة بشرها صلى الله عليه وسلم بالكمال فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام المسلم في صحيحه وغيره قال خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويل أي خير نساء زمانها مريم وخير نساء زمان خديجة ولك أن تتأمل كيف أن زمان سيدنا رسول الله ولا شك أفضل من زمان سيدتنا مريم فسيدتنا خديجة لا تعدلها امرأة من هذه النسوة ثم إشارة عظيمة اختصت بها السيدة خديجة ولم تختص بها امرأة قط ذكر الإمام المسلم وغيره في الصحيح أن سيدنا جبريل هبط على سيدنا رسول الله في بيت أمنا خديجة فقال يا رسول الله تأتي خديجة وفي يدها إناء فيه إدام أو طعام فإذا دخلت فقل لها إن الله يقرئك السلام بعث الله سيدنا جبريل ليبلغها سلام رب العزة إن الله يقرئك السلام أو يبلغك السلام في رواية ويقول لك بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب بيت أي قصر عظيم من قصب القصب ليس هو القصب الذين تصوروا القصب هو لؤلؤ مجوف في بيت من قصب لا صخب فيه أي لا صراخ فيه ولا فوضى ولا غوضى هدوء تام ولا نصب أي ولا تعب قال العلماء عبر الله تعالى ببيت من قصب أي من لؤلؤ لأنها هي جوهرة النساء ولؤلؤة النساء رضي الله عنها وأرضاها ولأن بيتها كان محملا للنبوة ولأنه أول بيت ترعرع فيه الإسلام لا صخب فيه أي جازاها الله لأنها لم تسئل سيدنا رسول الله مرة في حياتها لم ترفع صوتها فوق صوته صلى الله عليه وآله وسلم وآمنت به دون نقاش ولا جدال ولا نصب أي لا تعب لأنها تعبت في الدنيا وبذلت نفسها ومهجتها وروحها حبا في الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا فإن السيدة خديجة رضي الله عنها أكمل أمهات المؤمنين على الإطلاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر